السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور اهلا وسهلا بكم في العرض الحصري والاول مرة معانا بقى جبت لكم مكان كنزة يا جماعة كنزة والله الاول مرة معانا فعلا جبت لكم دكتور مجد لاني ليه بقى بنقول دكتور لاني كل واحد دكتور في مهنته فميقنا بقى لكل واحد دكتور في مهنته واللي دكتور فعلا وتعب على نفسه فعلا وبيرجع الحاجة فعلا صح او بيبسطنا وبيسعدنا ونقول له الله يبريك لك وحلال فيك الفلوس انت افتخدها مننا يبقى فعلا نتقال عليه دكتور ونشجعه بعنينا يعني قلبا وقالبا بصوا بقى انا عندي شادي الحريف شادي ده اشهر واحد عايز اقول لكم بيرجع الحاجة زي ما هي شايفين شايفين شو جلو عامل ازاي الناس بها هتوقع تقول لي طفل العنوان ومتصور العنوان يا جماعة متصور في اخر الفيديو خالص اللي عايز شوف العنوان مكتوب في وكمان رقم شادي هيبقى في عنوان الفيديو وفي الكومنتات المثبتة تمام طيب زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله شادي كان جايبين له الكاردي ده الكاردي ده كان متبهدل حرفيا شايفين انتوا بس الجلد عامل ازاي انتوا عارفين طبعا الجلوت دي اسرع حاجة بتبوز في الهدوم يعني فكان متبهدل حرفيا حبيت بقى اصور لكم بالتفصيل هو مسكو عمل في ايه يعني على فكرة الجلد اللي هو بيشتغل عليه ده من عنده هو هو جاي بجلود قوية جدا وحلوة جدا المترية اللي باتعتها وفيه عنده جلد طبيعي وعنده جلد سكاي بس على حسب طلبك او على حسب طلبك بيصلح كل حاجة جماعة الراجل ده بيعمل كل حاجة بيعمل شوزات بيعمل الشنط بيعمل الجواكت بيعمل شنط السفر شنط الاطفال الصنادل عايز اقول لكم عنده كمية بسم الله ما شاء الله دي الورشة بتاعته اساسا او ده المحل بتاعه عايز اقول لكم عنده كمية عدد وكمية فرش وكمية حاجات موجودة هناك عشان للتصليح رهيبة وهو بسم الله ما شاء الله بقاله اكتر من خمستاشر سنة في المهنة يعني من وقت ما كان طفل صغير وهو اصلا دي مهنته يعني من وقت ما كان عنده مثلا بتاع سبع سنين كده وهو صغير خالص المتخيلين وهو بينزل ورش وبيتعلم من ناس كتير لحد ما فتح محلة هون نفسه والناس كلها بتجيلوا من اخر الدنيا عايز اقول لكم ناس كتير جدا في كامباوندات كبيرة في التجمع وفي زايد بعطوله شغلهم اللي هم عايزين يعملوه هو ما عندهوش توصيل يعني هو ممكن حضرتك مثلا تبعاتي تبع شركة شحن حاكتك وتقول انت عايزة فيها ايه في التليفون عايزة يتعمل فيها ايه ويقولك هتستلمع في خلال قدية ويقولك برضو هتتكلف كام عايزة تيجي بنفسك وتقوله له مثلا انا عايزة اعمل كذا وكذا وكذا او حضرتك تنوره بنفسك وتقوله انا عايزة اعمل كذا وكذا وكذا عادي ممكن تيجيله بنفسك وتطلب اللي انت عايزه وتفهمه برضو اللي انت عايزه تمام عايزة تطلب الماتيريال برضو او تبعت او تجيب انت الماتيريال بتاعتك اللي عايزة تتركب على الحاجة بتاعتك براحتك عايز تاخد رأيه برضو في الماتيريا برضو براحتك عايز تاخد من الماتيريا اللي هو بيشتريها من عنده في المحل برضو براحتك هو مش بيكبر عليكم حاجة لا بيكبر عليكم تعملوا ايه او ما تعملوش ايه هو بيقول لكم الانسب يعني انت مثلا الانسب لحضرتك اللي انتك تعمل كزا مكان كزا وكمان بيقول لكم كمان يعني بدل مثلا من انت كنت هتعمل في واحد انا ممكن اعمل لك حاجة واحدة وهتكفي معاك وهتبقى كويسة وفي نفس الوقت عشان ما ياخدش منك فلوس كتير. عايز اقول شايفين الجلدك طالع ازاي مهري. مهري حرفيا. طالع يا جماعة من عملية ارهابية من سينة. شايفين? الموضوع صعب جدا. اه انا ان شاء الله بازن الله مش ده اول فيديو معاه. ده في فيديوهات احنا صورناها على مراحل مع الفترة اللي فاتت دي. كنت انا بعمل فيها شجل انا الشخصي. تمام? اه كان في حاجات كتير مش عايز احرق لكم الفيديو جاي. حاجات كتير عملتها مختلفة متنوعة تماما. ان شاء الله بازن الله هتشوفها معايا الفيديو جاي. بس اهم حاجة اللي انتوا تتابعوني. عشان خاطر تعرفوا الجديد اول باول معاه. ويقدر يعمل ايه? على الطبيعة زي ما انا بصور لك. هو شغله بالضبط. هو اللي بيعمله بايده. محدش هو اللي بيساعده. او هو اللي بحد بيعمله له. لأ هو اللي بيعمل شغله بايده. تمام? هو اللي بيصلح وبيعمل كل حاجة بنفسه بايده. ماشي? عشان برضو تكونوا متطمنين. وتكونوا واسقين في المكان من قبل ما اطرحوه. انتوا عارفين عني اللي انا الحمد لله. لا لا يعني لبجري ورشو. ولا انا فرق على فيديو مثلا عشان خاطر للسبسكرايب والمجاهدات والكلام ده. لأ انا بحب صور المصدقية. واتكلم في تفاصيل كل حاجة. بحيث لما انتوا تروحوا تلاقوا فعلا اللي انا اتكلمتي فيه في الفيديو هو ده اللي انتوا هتروحوا تلاقوا. تمام? دي حاجة. الحاجة بقى اه المهمة برضو الناس اللي هي اول مرة تشوفنا. واول مرة تتعرف علينا وما تعرفش عنينا حاجة تقدروا تلفوا بقى في القناة كده براحتكم. تشوفوا احنا بنعمل ايه. وقدمنا عروضة عاملة ازاي واماكن جديدة ازاي وحصرية الاول مرة معنا ما كانش في حد يصور فيها قبل كده. تمام? اه تنورونا في القناة وتفعلوا الجرس عند كلمة الكل عشان لما بتفعلوا الجرس عند كلمة الكل بيوصل لكم الاشعارات اول باول حصرين. وتبقوا انتوا اول ناس مستفدين بالعروض والخصمات والاماكن اللي اتيسر عليكم الوقت والفلوس والجهد. وده طبعا رسالتنا من القناة. اما الناس حبابي متابعيني احتاج منكم بقى كتير. كومنت كتير قوي على الفيديو ده. تمام? عشان خاطر الفيديو لما بيبقى عليه تفاعل بيترشح برضو الاكبر عدد من الناس. ولما يبقى عليه اللايك برضو بيترشح الاكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. آآ الدال على الخير كفاعله. تمام? دون ان ينقص من اجروه شيئا. ده كلام الرسول عليه السلام والسلام. تمام? طيب. الناس بقى اللي راحت على الفيديوهات القديمة اللي احنا صورناها الفترة اللي فاتت مثلا. وجربت حاجات احنا اتكلمنا عليها وشفت العروض اللي احنا اتكلمنا عليها يا ريت. بعد اذنكم برضو تكتبونا في الكومنت. تقولونا ايه رأيكم في الاماكن اللي انتو اشتريتوا فيها عن طريقنا. وايه اخر مكان عجبكم جدا. وفعلا روحتوا اشتريتوا. لقيتوا فعلا كل حاجة احنا قلناها. ايه الاماكن اللي انتو حابين نصور فيها الفترة الجاية. يعني محتاجين نعمل نتكلم عن ايه? الفترة الجاية او نعمل ريفيو عن ايه? جوالات. الفترة جاية بإذن الله بتدوروا عليها عشان ان شاء الله بإذن الله هنازل الريفيوهات باسمكم. وهجيب لكل حد يعني تفاعل معايا خصم منين صاحب المحل بلس يعني خصم العادي كده كده الناس بتروح تاخده بس ان شاء الله الخصم الاساسي. او اكتر من كده اللي انا هضيفه ل يعني اللي تفاعل فعلا معايا وطلب الريفيو ده. واللي عمل الكومنتات واللي عمل اللايكات والشيرينج والكلام ده. تمام? الناس اللي عندها تفاعل معايا في القناة دول اول ناس عفق راسي لان هم مهتمين باللي بقوله مهتمين فعلا بنجاح القناة مهتمين ومقدرين مجهودنا قد ايه بنعمله علشانكم وقد ايه مهم ليكم عشان خاطر فعلا نريحكم ونوفر عليكم الوقت والفلوس والجهد. اما الناس اللي لسه مشتركتش معنا في بقية الاكاونتات بتاعتنا اللي هي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تيك توك وعلى كواي اه يعني بعت لكم دعوة سلام ومحبة كده اللي انتو تشتركوا معانا في القناة اه في بقية الابليكيشنات بتاعتنا عشان خاطر اه تستفيدوا بقية العروض اللي احنا برضو بنزلها لان احنا كل الابليكيشن بنزل عليه معلومات مختلفة وعروض مختلفة تماما. فعشان خاطر برضو تستفيدوا وتكونوا من انتو من اول الناس ان شاء الله وما يفوتكمش اي معلومة مهمة ياريت تتفعلوا معانا كمان على بقية الاكاونتات اللي احنا بنسيبها في صندوق الوصف الاول كومنت مسبت تمام? طيب اللي انا عايز اتكلم فيه كمان للناس الحاجة اللي ما تعرفهاش وممكن فيه ناس عرفتها وسمعتها مني قبل كده بس فيه ناس اول مرة برضو تعرفها وتسمحها مني يا جماعة في ميزة مهمة جدا في اليوتيوب اسمها ميزة الانتساب ميزة الانتساب ديت اليوتيوب عاملها على جميع قنوات اليوتيوبر عشان خاطر انتو تستفيدوا اللي هم مين اللي انتو تستفيدوا الناس اللي عايزة مميزات اكسترا او مميزات حصرية ليهم بس يعني يكونوا مميزين ويكون ليهم الرأي الاول والاخير في حاجات كتير جدا بنعملها في الرفيوهات انتو بتشتركوا عن طريق عضوية العضوية دي انتو اللي بتختروها على حسب امتيازاتكم او على حسب العضوية دي بتوفر لكم امتيازات ايه تمام? وفيه كمان عضوية ال vip ودي اهم عضوية لاصحاب الجملة او اصحاب المشاريع دي احنا بنصور فيها فيديوهات ما بتنسلش اصلا على اليوتيوب العادي وبتنزلش على اي صفحة خالص من صفحتنا دي بتنزل بس الاصحاب القنوات المنتسبة او اصحاب الناس المنتسبين في ال vip دي بتعرفهم اماكن الجملة سواء في الشرنط او الاحزين او سواء في الميكوب او سواء في الطرح او سواء في الملابس الحريم الرجالي الاطفالي ومش بس كده كمان احنا بنعمل لكم ريفيوهات او جوالات للمنتسبين في كل مكان يعني مسلا حد عايز مسلا ملابس الاطفال احنا مش بنصور لك مكان واحد بس لملابس الاطفال لأ احنا بنجيب لك من كل مكان في مصر ممكن نسافر مخصوص عشان نصور لك على فكرة الفيديو ده ليه لان ده كده كده يا جماعة هو اصلا منتسب يعني ايه يعني بيدفع فلوس كتير عشان ياخد المعلومة دي واحنا كمان بندفع فلوس برضو عشان صفرنا وعشان خاطر ان نتفق مع التجار على الخصومات لان ان انت مش بتنتسب وبس لأ في ال vip انت بتاخد خاص على الجملة بتاعتك زائد كمان بتاخد استشارة من صاحب المكان تبدأ بايه وما تبدأش بايه وخليك في ده وما تخليكش ده هينصحك اصلا وما فيش اصدق من صاحب المكان لانه شبعان مش عايز منك حاجة انت كده كده هتاخد بس هو بينصحك تاخد بايه على حسب المكان اللي ايه اللي حضرتك فيه او اللي حضرتك فيه وعلى حسب رنش فلوسك فبيرشح لقيه الاسرع والانصب ليكي تمام زائد اللي انا طبعا بدعمكم في الدعاية بصور لكم شغلكم بخصم خمسين في المية بصور لكم طبعا شغلكم كله بنزله عندي ع السوشال ميديا آآ زائد بنعمل عليه عروض عشان نشجع الناس على الشراء زائد يعني برضو استشارة مني بعرفكم ايه تقدروا تاخدوه في الفترة دي وإيه اللي بلاش تجسفوا فيه دلوقتي طيب العنوان بقى سريعا دلوقتي يا جماعة معنا احنا موجودين في النعام عند بعد كبرى الدفراوي هو يعني قرب محطة مترو هي المطارية وهتنزلوا من بعد كبرى الدفراوي على طول هتقطعوا على قديكم اليمين عند العديسة بصريات العديسة وهتمشوا على طول هتلاقوا المحل اهو يا جماعة في وشكو على الرصيف شايفين مجرد هو عند قهوة العمدة وفي نفس الوقت عند اطار السيارات هو ملهوش المحل اسمه بس هو معروف اللي هو بتاع شادي هو جنب بتاع اطار اطارات السيارات موجود كل يوم عدا يوم الحد من الساعة واحدة ظهرة لحد الساعة 11 مساء